سجل فريق فيكتوريوس اسمه بأحرف ذهبية بحصوله على المركزين الأول والثاني في مهرجان سمو الشيخ سلطان بن زايد النهيان للقدرة الذي أقيم في منطقة بوذيب بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمشاركة واسعة وبهذه المناسبة كدى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن هذا الإنجاز يجسد مكانة القدرة البحرينية في المشاركات الخارجية ويؤكد مكانتها المرموقة مشيرا سموه إلى أن الإنجاز جاء ليؤكد بأن المشاركات البحرينية هدفها دائما الصعود على منصة التتويج في مختلف البطولات الخارجية وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد أن الإنجاز الذي حققه فريق فيكتوريوس دافع كبير لمواصلة حصد الإنجازات الخارجية في المشاركات القادمة في رياضة القدرة التي أصبحت ذات طابع خاص لدى الرياضة البحرينية التي تحمل في طياتها أفراحا وأمجادا وكتابة أسطر نجاح جديدة في المحافل الخارجية وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أنه حريص على تقديم كامل الدعم لفريق فيكتوريوس في مختلف المشاركات مبين أن الفريق حريص على المشاركة في مهرجان سمو الشيخ سلطان بن زايد الانهيان للقدرة في ظل معرفة الفريق بأن المهرجان يحظى بمشاركة واسعة ومنافسة قوية ويكون فيكتوريوس أمام اختبار حقيقي لتأكيد مكانته المتميزة وقدراته العالية ترجمة نانسي قنقر